على رغم من معاناتها المادية والصحية تصر نهى التي سبق أن نجت من انفجار مرفأ بيروت على تزيين منزلها إذانا بالاحتفال بعيد الميلاد واترى أن هذه المناسبة تمنح الأمل لها وللكثير بتجاوز التحديات مهما عظمت كما تقول مش إذا زييننا وإذا عملنا مش شعرين مع غيرنا أنه نحن معايدين هنا لأ لأ نحن رغم زينتنا ورغم كل شي بس قلبنا حزين على كل اللي راحوا مش مهم الحجر اللي يتعمر ياريت كيفينا كمان نغمي من البشر تبدو مظاهر وزينة الأعياد شبه غائبة عن الشارع اللبناني على غرار السنوات السابقة وتعكس بعض آرائه تأثره بحجم التدعيات السلبية للأزمات المتفاقمة لسيما المالية برغم كل الزروف اللي عم يقطع فيها لبنان وأكيد أنه ما راح يكون هيدا العيد عيد طبيعي مع كورونا ومع الزروف الاقتصادية بس نحن الشعب اللبناني عنا إيمان بوطننا ما فيه أجواء من تحضيرات ما فيه تطلع شارع فاضي بحياته ما كان هيك محلات كلها فاضية ما فيه زبونات ما حدا أحس بالعيد مسؤولون كنسيون يعربون عن تعاطفهم ودعمهم لأبناء رعيتهم مع حلول الميلاد خاصة في ظل ضائقتهم المعيشية العيد هو بالقالب هو العيد هو بيعطي الرجل بيعطي الإيمان ونحن علينا نحن حقيقة نشارك كل الخليقة بمحبة الله ونعيش مع الفرح الحقيقي نعيش مع البسبة نمحي الحزن عن الآخرين هاي لهو العيد تتزامن الأعياد مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا ما دفع بالسلطات الحكومية إلى فرض حظر للتجول ليلا لغير الملقحين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الاختلاط في الأماكن العامة وزارة السياحة ووزارة الداخلية عطوا تعليمات أنه القاعات ممنوع تستقبل أكثر من 50% من ساعتها وفي شروط معينة وأعرف أن يكون أخذ الطعمين أو عمل بيسر نيجاتيب مع طعم واحد يعني أو شيء لا لأنه نحن عنا استنزفت يعني الإمكانيات الصحية على غير العادة تفتقد أحياء في بيروت ومناطق أخرى إلى مشاهد الاحتفال الخاص بعدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تحت ثقل أعباء غلاء الأسعار وتواصل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية يلاحظ مراقبون تعمد العديد من المواطنين والمقيمين إظهار البهجة بالأعياد تعبيرا منهم عن تمسكهم بثقافة الحياة وتطلعهم نحو مستقبل أكثر إشراقا ويليام عزام الحرة بيروت